السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وابناتي طلاب المرحلة الثانوية أهلا وسهلا بكم في درس جديد من الدروس الخاص بالزكاة الاصطناعي والنهاردة إن شاء الله هنبتدي نتكلم على أهم حاجة وأهم موقع من المواقع اللي احنا كلنا بنبتدي نستخدمها في التصميم يمكن كلنا بنحتاج أن احنا نعمل تصميمات كتيرة جدا بتساعدنا في الدراسة بتاعتنا اللي بيكون موجودة أو حتى على التعامل الشخصي اللي بيكون موجود سواء إذا كنت بتتعامل على الفيسبوك أو الانستجرام أو بتبتدي تعمل نفسك أي تصميم لأي حاجة أو لأي برزنتيشن أنت بتبقى محتاجه حتى بما في ذلك تصميم المواقع الإلكترونية اللي بتبقى موجودة عندنا كتير مننا كان بيلاقي صعوبة وصعوبة كبيرة قوي وصعوبة بالغة كمان ما كناش بنفضل نتكلم في الجزيات اللي بيكون موجودة أن انت تلاقي إزاي تقدر تصمم تصميمات كويسة زي ما بنبتدي نشوفها على بعض المواقع اللي بيكون موجودة أو على حتى السوشيال ميديا نفسها وتلاقي إن الشخص نفسه اللي كان بيعمل التصميم والحاجة بتاعته اللي بيكون موجودة ما هو الشخص عنده القدرات العالية قوي أن يطلع تصميم بالكفاءة العالية اللي بتبقى موجودة ده طبعا أحد المواقع اللي احنا كل لنا بنبتدي نستخدمها في الفترة الأخيرة في إني إزاي نقدر نستخدم مجموعة من البرومبت زي ما تعلمنا قبل كده في الدروس اللي كانت موجودة قبل كده إزاي نكتب برومبت بالنسبة لنا كويس يطلع لنا التصميم بتاعنا اللي بيبقى موجود بشكل احترافي وعالي الغير النهاردة ان شاء الله هنبتدي ناخد أحد الويب سايتس اللي بيكون موجودة اللي بتتعامل مع الزكاة الصناعي ويعتبر من أسهل المواقع اللي احنا نقدر نعمل بيها كل التصميمات بتاعتنا اللي بتبقى موجودة عندنا التصميم اللي بيكون موجودة عندنا أو الشكل اللي احنا بنتكلم عليه أو الموقع بتاعنا اللي احنا بنتكلم فيه اسمه كنف وده يعتبر في الوقت الحالي من أقوى المواقع اللي احنا كلنا بنقدر نعمل عليها تصميمات خاصة بالزكاة الصناعي يمكن بيمتاز الموقع دايما زي ما احنا شايفين قدامنا بإني بيكون بيدينا مجموعة من القوالب أو التيمبلت بتاعتنا اللي بتكون موجودة اللي بتساعدنا نقدر نتعامل معه سواء اذا كنا محتاجين ان احنا نصمم تصميمات على الورق بتاعتنا على الورد مثلا فكان الأول بناخد وقته طويل قوي علشان نقدر نعمل التصميمات على الورد أو نعمل حتى البرزنتيشن بتاعنا اللي بيكون موجود على الباوربوينت أو حتى التصميمات اللي خاصة بيه الفيديو اللي بيبقى موجود عندنا طبعا دي كلها تولز كتير قوي بنستخدمها من خلال الموقع بإني بيدينا عبارة عن قوالب كتير نقدر نستخدمها ونعدل فيها زي ما احنا عايزين كتير مننا في التوقيت الحالي دايما بيعرف ايه اهمية التصميم الاحترافي يعني ايه اني اعمل تصميم بالنسبالي يجذب اي حد يبتدي يشوفه ويعرف ان التصميم اللي بيكون موجود دو حد محترف جدا ابتدى يعمله سواء اذا كان التصميم اللي انت بتعمله بيدل على هويتك نفسها اللي بيكون موجودة او بتبتدي تعمل بيها علامة تجارية بتكون موجودة بالنسبالك او حتى الصفحة الاساسية بتاعتك اللي بيكون موجودة بنلاقي الشركات كتير قوي كلها بتحاول بين وقت والتاني انها تعمل بعض التصميمات الاحترافية اللي بيكون موجودة اللي من خلالها بتقدر تجذب كتير قوي من العملاء بتوحها اللي بيكونوا موجودين نفس الحكاية ان انت لو بتبتدي تعمل التصميم بتاعك لأي بحس انت بتعمله او لأي عرض انت محتاج ان انت هتقوم به فانت محتاج ان انت تخليه بشكل احترافي على الرغم من ذلك مش شرط ان انت تكون راجل مصمم محترف ان انت على دغاية كاملة ببرامج التصميم اللي بتبقى موجودة بالنسبالك ولكن دي بتبقى ميزة من الحاجات اللي خاصة به الزكاة الاصطناعي اللي بتبقى موجودة عندنا انها بتساعدنا ان ازاي نقدر نعمل بعض التصميمات الاحترافية اللي بتكون موجودة معنا دلوقتي نحاول كلنا نتجه الى الموقع بتاعنا اللي بيكون موجود علشان خاطر نعرف ازاي نقدر نتعامل مع الموقع بتاعنا اللي بيبقى موجود عندنا وازاي نقدر نعمل التصميمات الاحترافية اللي بيكون موجودة هنبتدي ندخل كلنا على الانترنت ونكتب في جوجل بالشكل اللي بيكون موجود قدامنا هنلاقي قدامنا على طول بيطلع كلمة جوجل بنكتب جواها كلمة كانفا وأول ما ببتدي أكتب الكلمة بيطلع قدامي الاختيارات بتاعت اللي بيكون موجودة كانفا سواء كتبتها بالانجليزي أو سواء كتبتها باللوجه العربية هلاقي عندي أول ويب سايت بيطلع عندي اسمه كانفا هبتدي أضغط عليه علشان خاطر أبتدي أدخل على الويب سايت بتاعي اللي بيبقى موجود عندي طبعا يمكن أنا علشان عامل تسجيل للاكاونت بتاعي اللي بيكون موجود عندي فممكن أبتدي أخرج منه وأعمل ساين اوت كده علشان أشوف الشكل الأساسي اللي بيطلع بالنسبالي اللي خاص بكانفا فلو بصيت عندي كده هلاقي ده الشكل الأساسي اللي بيطلع للخاص بالموقع هروح أبتدي أعمل تسجيل للموقع بتاعي من خلال جوجل وأضغط على الحساب بتاعي اللي بيكون موجود عندي علشان خاطر أقدر أدخل على الموقع أول ما بطل أضغط واختار الأكاونت بتاعي بيبتدي يطلع لي الاخترارات بتاعت اللي بيكون موجودة عشان يقول لي انت تقدر تتعامل مع كنفا ازاي طبيعي هو بيديني مجموعة من الحاجات المجانية اللي أنا أقدر أستخدمها علشان أقدر أستخدم كنفا بالنسبالي كموقع مجاني ولكن طبعا ما بستخدمش فيه كل الإمكانيات اللي بتبقى موجودة عندك وإحنا شغالين هنتعرب بالضبط إيه الحاجات اللي بتكون بفلوس وإيه الحاجات المجانية اللي احنا نقدر من خلالها نعمل التصميمات بتاعتنا اللي بتكون موجودة هضغط على علامة الاكس اللي بتبقى موجودة عندي فوق هلاقي اني أصبح بالنسبالي كده للشاشة الأساسية أو الواجهة الأساسية اللي احنا بنتعامل معها من خلال الكنفا هلاقي عندي فوق هنا إزاي أقدر أعمل كرييت ديزاين يعني التصميم بتاعي أو أنشئ أول تصميم بالنسبالي هلاقي عندي هنا تحت بعض الرموز اللي بتكون موجودة اللي من خلالها ببتدي أختار أي تصميم بالضبط أنا هبتدي أتعامل معها هل أنا محتاج أن أنا أعمل تصميم من الخيال بتاعي اللي بيكون موجود ولا أنا عايز أعمل تصميمات خاصة به الورد يعني لو أنا عايز أعمل تصميم خاص به آآ مثلا السي في بتاعت اللي بيكون موجودة بحس أنا محتاج أن أنا أعمله على الورد فقدر أستخدم ساعتها أي مستندات اللي هي بتاعتنا النصية اللي بتبقى موجودة عندنا في عندي البرزنتيشن وده حاجات تصميمات خاصة بالباوربوينت وبيديني إمكانيات كتير قوي سواء إزا كان البرزنتيشن بتاعي اللي أنا هبتدي أعمله إزا كنت محتاج أعمل البرزنتيشن بشكل عادي ولا أنا هعمل البرزنتيشن بتاعي اللي بيبقى موجود عندي على الموبايل ولا هبتدي أشتغل البرزنتيشن بتاعي اللي بيكون موجود عندي من خلال اللاب توب بتاعي اللي بيبقى موجود ولا أنا محتاج أن البرزنتيشن بتاعي اللي يكون موجود عبارة عن انفو جرافيكس أقدر أستخدم في بعض الرموز الانفو جرافيكس بتاعت اللي بيكون موجودة ولا أنا بعمل عن الجيمز كل دي بتعتبر بالنسبة لي مجموعة من القوالب الجهزة اللي بيديني الامكانيات بتاعتي اللي انا اقدر اتعامل معها. هنرجع تاني هلاقي عندي فوق هنا الحاجات اللي خاصة بالسوشال ميديا وهلاقي اني دي لو انا محتاج في بعض المناسبات والاعياد والحاجات اللي انا بكون محتاج التصميمات اللي خاصة بالسوشال ميديا سواء اذا كان الفيسبوك او الانستجرام او الواتساب نفسه اللي بيكون موجود. هلاقي بيديني هنا برضو مجموعة من التيمبلت او القوالب اللي انا اقدر استخدمها عشان اتعامل معها. هلاقي عندي هنا في الانستجرام في الفيسبوك في الانستجرام ستوري في الواتساب في التك توك نفسه اللي بيكون موجود اليوتيوب اللي موجود عندي دي كلها ما يخص القوالب اللي انا اقدر اتعامل معها مع السوشال ميديا. هلاقي برضو عندي مجموعة فوق من القوالب اللي خاصة بالفيديو اقدر اضغط على القالب بتاع لو انا عايز اعمل اي حاجات خاصة بالفيديو او انا محتاج ان انا اعمل ويبسايت كامل بالنسبالي علشان خاطر اتعامل معا. دي كلها مجموعة من القوالب يعني عبارة عن اه تصميمات جاهزة. كل اللي مطلوب مني ان اختار شكل التصميم بتاعي اللي انا بكون محتاجه. ومن خلال التصميم اللي موجود عندي دوت اقدر بعد كده اعدل في التصميم ده ويطلع بالنسبالي التصميم بشكل احتراف. هنشوف مع بعض كده ازاي اقدر اخد اي شكل من الاشكال اللي بيكون موجودة طبعا هنا في اللي بيكون موجود ان انت برضو تقدر تكتب اي حاجة منين التصميمات اللي بيكون موجودة. هناخد اول حاجة اللي كلنا دايما بنحاول ان احنا نعمل بها تصميمات بشكل كويس الجزء اللي خاص به. هاضغط كده على السوشيال ميديا. واول ما اضغط على السوشيال ميديا هلاقي عندي مجموعة كبيرة قوي من القوالب اللي انا محتاج اتعامل معها. انا محتاج اعمل البوست بتاعي اللي بيكون موجود هعمله على فين? هل انا هعمل على الفيسبوك? ولا هبتدي اعمل على الكافرز بالنسبالي? ولا عايز بوست عادي على الفيسبوك? ايه اللي انا ولا حاجة على الانستجرام? خلينا هناخد ادي بوست من البوستات اللي بيكون موجودة من البوستز اللي بيكون موجودة اللي خاصة بالفيسبوك. هاضغط على اول اختيار اللي بيكون موجود بالنسبالي. انا هاختار القالب دوت اللي انا هبتدي اتعامل معاه. من خلال كانفا اللي بيكون موجود عندي. هلاقي عندي الشاشة الاساسية اللي خاصة بالتصميم اللي بيبقى موجود عندي. اول حاجة المنطقة اللي في النص اللي دي خاصة بالتصميم بتاعي اللي انا هاختاره علشان اقدر اعمل عليه كل التعدلات اللي انا عايزها. هلاقي عندي على اليمين على الشمال السوري هنا. عندي كلمة ودي معناها هنا كل الاشكال اللي انا ممكن استخدمها بالنسبالي في الجهزة اي شكل من دول هبتدي اختاره. هيبتدي يطلع لي التصميم اللي بيبقى موجود عندي. جنبها على طول عندي حاجة اسمها style. واللي style بتاعت اللي هي الحاجات اللي بتبقى ال background او شكل الخطوط بتاعت اللي بيكون موجودة ازاي اقدر اتعامل معها. بعدها على طول عندي حاجة اسمها element. والelement بتاعت اللي بتكون موجودة دي عبارة عن الرموز او الاشكال اللي انا اقدر اضيفها جوة التصميم بتاعي اللي بيكون موجود. عشان يديلي نوع من انواع الجمال في التصميم اللي بيكون موجود عندي. هلاقي عندي هنا الايكونة اللي خاصة بيه التكست ودي عبارة عن مجموعة كبيرة قوي من النصوص والاشكال اللي انا اقدر اخد اي شكل منهم وابتدي احط فيه التكست بتاعي او النص بتاعي اللي انا هبتدي اكتب من خلاله. في عندي تحت الجزء اللي بيبقى موجود ال upload. وده طبعا لو عندك اي صور لاني ممكن اكون اعمل التوست بتاعي اللي بيكون موجود محتاجي ان احطه صورة بتاعتي. فبيسألني على الحاجات اللي انا ببقى محتاجها للصور بتاعتي موجودة في الفيسبوك ولا الانستجرام. زي ما هنبتدي نتعامل مع الجزء اللي بيبقى موجود عندي. اقدر اتعامل معه ازاي? آآ طبعا عندي هنا الجزء الخاص بالآآ البراند. ودي عبارة عن مجموعة من الخطوط وعبارة من اللوجز اللي بتبقى موجودة وال fonts. لكن غالبية الحاجات بتاعت اللي انا ببتدي استخدمها دي كلها بتبقى حاجات مدفوعة لاني من الحاجات اللي انا ما بقدرش استعملها. لو هنيجي نبتدي في اول مرة كده ان انا هبتدي اخد من شكل الدزاين بتاعي اللي بيكون موجود وهلاقي التصميمات اللي بتبقى موجودة. كتير من التصميمات اللي بتبقى موجودة هنا انا شايف ان ولا تصميم منهم ممكن يكون مناسب مناسب لي. طب انا علشان اختار التصميم بتاعي اللي يكون موجود لازم اختار الموضوع اللي انا هعمل عليه التصميم بتاعي. ودي ميزة دايما هنا بنلاقيها في كنفا باني اقدر اعمل على البوست اللي انا محتاج ان انا اتعامل معا. خلينا هنقول ان دايما احنا دلوقتي في التوقيت الحالي محتاجين ان احنا هنعمل البوست عن العودة للمدرسة مثلا. اللي هو الباكتو سكول. وهاجي اضغط على الباكتو سكول. واضغط عليها كده. واول ما بضعت على الباكتو سكول فهلاقي عندي اداني مجموعة تانية عندي حاجة اسمها سكول سبليزس. يعني هل انت محتاج ان انت تتكلم عن السبليزس اللي بتكون موجودة. ولا انت عايز تتكلم عن الاند اوف سامر يعني كل واحدة من دول انت هتضغط عليها. هيبتدي يديلك مجموعة تانية من التيمبلت اللي بتكون موجودة. انت هتلاقي غالبية التيمبلت اللي موجودة باكتو سكول. ولكن لو انا جيت اختارتي من هنا اند اوف سامر هلاقي ابتدى يديني هنا عبارة عن بعض التيمبلت اللي بتكون موجودة اللي شكلها بقى مختلف تماما عن الحاجات اللي احنا اختارناه. بس مش كده لا ده مديني اني في عندي اختيارات كتيرة قوي زي بتاعتي او اكتوبر كالندر. ايا كان الشكل اللي انت محتاج اللي انت او سامر بارتي. الحاجات اللي موجودة دي كلها. كل تاب من التابات بتاعت اللي بيكون موجودة عندي ديت. هيبتدي يطلعلي عبارة عن مجموعة من القوالب اللي انا اقدر استخدمها. يعني ممكن اشوف الجزء اللي خاص باوجست. هلاقي ابتدى يديني الحاجات اللي خاصة باوجست. خليني ارجع مرة تانية. ونشوف مثلا الجزء اللي خاص بي او نوفمبر طبعا. آآ نرجع هنا ونختار. على فكرة ممكن اكتب برضو عربي. الموضوع ما فيش في مشكلة بالنسباله. آآ ونبتدي ناخد مثلا اي بوست من البوست بتاعت اللي بتكون موجودة. مثلا البوست اللي بيبقى موجود. خليني بس هنلاحظ حاجة بس صغيرة كده. هلاقي في بعض البوست اللي بتبقى موجودة. مفيش علامة جنبيها. وفي بعض البوست اللي بتكون موجودة. بلاقي علامة التاج بتاعت اللي بتبقى موجودة دي. علامة التاج اللي موجودة دي بتقول لي انت مش هتقدر تستعمل البوست بتاعك اللي بيكون موجود ده لإن البوست ده بفلوس ولو استخدمته هحط عليه العلامة بتاعت كانفا ويبقى معنا كده دي حقوق ملكية خاص بالموقع نفسه اللي بيكون موجود عشان كده أنا مش هقدر استخدم الحاجة بتاعت اللي بيكون موجودة ولإني باستخدم حاجة مجانية فهروح هدور على أي شكل من الأشكال اللي بيكون موجودة اللي ما يكونش عليها أي علامة من العلامات بتاعت التاج علشان أقدر استخدمها بدون ما يحصل بالنسبة لي أي مشكلة خلينا ممكن ناخد الشكل اللي بيكون موجود قدامنا اللي هو اللي موجود ده وهلاقي إن الشكل اللي أنا اخترته ابتدى يطلع قدامي هنا وأقدر بعد كده أعدل على أي شكل أو أي صورة بيكون موجودة بالنسبة لي على الشكل اللي موجود عندي طبعا هلاقي دية شكل الكلام بتاعي أقدر بعد كده أشيل الكلام اللي موجود ده وأضغط جواه واكتب العودة هنا وأجي بعد كده عندي كلمة وامسح الكلمة اللي موجودة العودة إلى وأكتب الكلام بتاعي اللي موجود هنا مرة تانية العودة إلى المدرسة وأنا كده قدرت إن أنا أخد الكلام بتاعي اللي بيكون موجود بدل ما أنا كنت كتبه في الشكل اللي موجود عندي بالانجليزي أقدر أعدله وبعد كده وأكتب العودة إلى المدرسة هل ده بس اللي أنا أقدر أستخدمه ألا أنا عندي مجموعة تانية من الديزاين لما أجيي الألمنت هاخد بعد كده مجموعة من الألمنت اللي بتكون موجودة وبتدي أدور هل في بعض الأشكال اللي أنا محتاج إن أنا أعملها يعني هل في لوجوز مثلا أنا محتاج إن أنا أضيفها بالنسبالي عشان اللوجوز دي تكون أقدر أضيفها من ضمن الأشكال بابتدي أدور وممكن أقول آه حلو الشكل بتاعي اللي بيكون موجود ده أقدر إن أنا بعد كده من خلال الأشكال اللي بتبقى موجودة ومن خلال المربعات اللي موجودة عندي دي أقدر أعدل في شكل اللي بيبقى موجود وأقدر أسحبها بعد كده وأبتدي أحط أشوف أنا محتاج أحط الشكل بتاعي اللي موجود دوت فيه أقدر من خلال الجزء اللي بيبقى موجود عندي ان انا اقدر اغير في الدرجات اللونية بتاعت اللي بتكون موجودة زي الشكل اللي بيبقى موجود يعني من خلال التصميم بتاعي اقف عليه واحدده وبعد كده ابتدي احدد انا محتاج ايه الدرجات اللونية اللي انا محتاج ان انا احطها عليه هل انا محتاج ان انا اعمل بعض الخطوط اللي بتبقى موجودة بالنسبالي هل انا محتاج ان احدد دوت بحيث ان محدش يقدر يعمل معا اي حاجة تاني يعني هل انا محتاج لنا محتاج ان اخليه هنا اول ما اضغط على هلا انا محتاج ان اخليه في الطب كده في الزاوية اللي فوق زي ما عملنا ولا انا محتاج ان اخليه في الميدل ان يبقى في المنتصف ولا اخليه في تحت في الجزء الصفلي ولا اخليه في زي ما انا بكون محتاج احدد ». فلو انا محتاج ان اخلي التحديد بتاعي من خلال presentations هنا او لاما انا اللي ابتدي اتحرك بالشكل بتاعي اللي بيكون موجود زي ما بتحرك عادي بجميع الاشكال عشان اقدر احط الشكل بتاعي في المكان المناسب لي. تمام? ده اهم حاجة ازاي اقدر اتعامل مع كل عنصر من العناصر بتاعتي اللي بتبقى موجودة عني. زي بالزبط هنا كده لو قفت على التكست بتاعت اللي بتكون موجودة اقدر من خلال لما قف على التكست ان انا اقدر احدد الالوان بتاعتي اللي موجودة لو انا محتاج اني اخلي اللون بتاع النص بتاعي بالشكل ده يبقى اروح واقف واحدد الدرجة اللونية بتاعتي اللي بتبقى موجودة عندي يعني ممكن اضغط مرة تانية واختار مثلا اللون اللي موجود عندي ده فقدرت ان انا اعدل في كل الالوان اللي موجودة في الاماكن بتاعتي. طبعا الميزة لما باجي بضغط على الحاجات بتاعتي اقدر اختار توسيط او اقدر استخدم كل الايفكت بتاعت اللي بتكون موجودة اني من خلالها اقدر احط بعض الايفكتات اللي انا شايف ممكن تبقى مناسبة بالنسباني. ده يمكن طريقة التعامل مع التكست بتاعت اللي بتكون موجود واي حاجة انا ببتدي اقف عليها واحددها اقدر من خلالها احدد بالزبط ايه الامكانيات اللي انا محتاج ان اعدلها على الشكل بتاعي اللي موجود عندي. هاول ان انا كده قدرت ان انا اعمل اول حاجة بالنسباني الاليمنت. وجوه الاليمنت بتاعتي اختار الاشكال وزي ما اتفقنا اني منفعش اختار اي شكل بيكون عليه الشكل التاج اللي موجود. لاني وجود التاج ده معناها ان انا مقدرش استخدم دوت لان دوت من خلال الحاجات اللي خاصة به الجزء اللي بفلوس. طبعا كل بتبقى موجودة عندي هنا بقدر اختار منها الاشكال اللي انا ببقى محتاجة. يعني ممكن احدد بعد كده هل انا محتاج اشكال جرافيكس. فقدر ابتدي اتحرك كده من خلال الاشكال اللي بتكون موجودة. واقدر اختار وليكن الشكل اللي موجود ده. وابتدي اخليه بالنسبالي من ضمن الاليمنت اللي موجودة عندي. الشكل ده. واقول ان ده الشكل اللي انا محتاج يبقى موجود. كل الحاجات اللي بتبقى موجودة ديت بقدر استخدمها علشان ساطر اقدر احسن من شكل التصميم بتاعي في المونتج النهائي اللي انا محتاج يبقى ظاهر عندي. اه طبعا مع كل حاجة من الحاجات اللي بتكون موجودة بلاقي عندي اشكال كتيرة. المفترض في كل واحد من دول انت بتشوف ايه المناسب بالنسبالك من الاشكال الجرافيك اللي موجودة علشان خاطر اقدر اتعامل منها. هاجي برضو على الفوتو وهلاقي عندي مجموعة كبيرة قوي من الفوتوز. اقدر استعمل منها اي حاجة انا محتاجها. والحاجات اللي خاصة بالشيب بنفسه اللي بيكون موجود. كل دي بتعتبر بالنسبالنا مجموعة من التحسينات اللي انا ببتدي استخدمها على التصميم بتاعي اللي بيبقى موجود. هاجي بعد كده على الجزء الخاص بيكست. واجي اضغط على اي شكل انا محتاجه. انا شايف ان الشكل مثلا اه دوت. اول ما بضغط عليه هيبتدي يقول لي ده شكل من الاشكال البرو يعني مقدرش هستخدمه. لاني ده من الحاجات اللي بفلوس. ولكن خلينا ندور على شكل وليكن الشكل بتاعي اللي موجود ده. ده نص. انا محتاج ان اضيفه. خليكن هنا. وهاجي اكتب هنا. مدرسة. واجي تحت واعدل النص بتاعي اللي بيكون موجود. واقول مسلا مدرسة التربية. والتعديل. طبعا بعد ما بكتب التصميمات بتاعت اللي بيكون موجودة اقدر بعد كده احرك الشكل بتاعي اللي بيكون موجود. وحاول اضبط التصميم بحيث يجي في الاخر خالص بالشكل اللي انا بكون مقدم. يبقى قدرنا من الاشكال بتاعت اللي بيكون موجودة. ان ازاي اقدر استخدم الدزاين. واقدر استخدم الالمنت. واقدر استخدم الجزء اللي خاص بيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي محتاج أن أضيف كلمة لمدير المدرسة محتاج أن أضيف صورتي أنا علشان أنا هبعت بيها تهنئة لكل أصدقائي أو محتاج أن أنا أقول أن أنا دخلت مرحلة جديدة من ضمن المراحل بتاعت الدراسية اللي بيكون موجودة أو الجايزة اللي أنا كنت صورة أنا كنت متصور في المدرسة وواخت جايزة ومحتاج أن أنا أحط بوست بتاعي بيبقى موجود هلاقي هنا بيقول لي أنت محتاج الصورة بتاعتك اللي تكون موجودة محتاج أن أنت تجيبها منين هل هي موجودة على الفيسبوك ولا موجودة على الدرايف بتاعك اللي بيكون موجود ولا محتاجة على الإنستر ولا محتاجة على ماكسوفت فلاج لو الصورة بتاعتي موجودة على واحد من الأربعة اللي بيكونوا موجودين هضغط عليه هيدخن ليه مباشر طب أعمل إيه لو كانت الصورة موجودة على الجهاز بتاعي هلاقي فوق هنا كده بيقول لي upload file هضغط على كلمة upload file وأول ما اضغط عليه هلاقي أنه هو هيبتدي يديني هنا مجموعة من الفايلز بتاعت اللي بتكون موجودة هبقى محتاج أني أختار أي صورة من الصور اللي بتكون موجودة عندي وليكن الصورة بتاعت الجزئية دي هو الإنهية دي الصورة اللي أنا محتاج أن أنا أحطها على الشكل بتاعي وأول ما بضغط عليها الصورة بتاعتي بتنزل مباشرة بعد كده أقدر أتحكم في شكل الصورة بتاعتي اللي موجود وأقدر أتحكم فيها عشان أشوف أنا ممكن أحط الصورة بتاعتي تبقى موجودة فيني ده يمكن التعامل السريع في إزاي أقدر أستخدم أي post بالنسبة لي أو أي حاجة موجودة عندي عشان أقدر أعمل بيها التصميم بتاعي طبعا مش دايما أنا ببتدي أحط الحاجات بتاعتي كلها مرة واحدة عشان ما يخليش الدنيا بالنسبة لي بتبقى زحمة ولكن دي كلها بتبقى بالنسبة لي أحد الحاجات اللي أنا ببتدي أتعامل معها علشان خاطر أقدر أعمل التصميم بتاعي في الآخر بشكل كويس تمام؟ لكن في بعض الحاجات كده ده بعد ما خلصت التصميم اللي بيكون موجودة عندي ممكن أجي في الآخر خالص من كلمة شير اللي بيبقى موجودة عندي بضغط عليها وبعد كده أقدر أدوس على كوبي لينك أو أبعث على الفيسبوك بتاعي مباشرة أو أنا عايز أبعثه فين أقدر أبعث الحاجة بتاعتي على أي سوشيال ميديا بتبقى موجودة عندي ولو أنا مش محتاج أن أنا أبعثه على السوشيال ميديا ومحتاج أن أنا أحفظه عندي هاجي على كلمة داونلول اللي بيكون موجودة وأول ما أضغط عليها هو هنا بيديني أنت محتاج الصورة بتاعتك اللي بكون موجودة عبارة عن إيه هل أنا محتاج أني أحفظ الصورة التصميم بتاعي اللي موجود على إنه جي بي جي ولا أحفظه على إنه بينك ولا أحفظه على أساس إنه هو بي دي أف ولا محتاج أن أحفظه على جي اي اف أيا كان الوضع اللي أنا ببتدي أختاره بحدد الصورة بتاعتي وببتدي من خلالها بعد ما أحدد الجزء بتاعي أضغط على كلمة داونلود علشان يبتدي يحفظ الصورة بتاعتي اللي موجودة عندي دي قدرت إن أنا من خلال كانفا إن أنا أعمل التصميم اللي أنا بكون محتاجه بشكل احترافي أكتر من أي حاجة تاني بتبقى موجودة عندي بس في شوية ملاحظات كده إحنا محتاجين إن إحنا نضيفها أو نقول عليها علشان خاطر نعمل برضو تصميم بشكل كويس لو جيت مثلا هنا كده على شكل الدزاين اللي بيكون موجود هلاقي إنه لو جيت اخترت أي تيمبلت مثلا من التيمبلت بتاعت اللي بتكون موجودة واجي أبص عليها هيقول لي أنت خلي بالك إن التيمبلت اللي بيبقى موجود في بعض الحاجات اللي أنا مش قادر أبتدي أستخدمها أو بعض الرموز الإلمنت اللي موجودة عندي هنا أنا مش شايفها ولكن لما جيت رجعت على ديزاين لقيت في بعض الإلمنت اللي موجودة هنا أنا شكلها جميل جدا وأنا محتاج إن أحطها جوة البوست بتاعي اللي بيكون موجودة عندي هل في إمكانية إن أنا أقدر أعمل ده؟ أيوا خلينا هنيجي نعمل أول حاجة من التصميمات بتاعتنا إزاي نقدر نتعامل مع بقية التصميمات في نفس التصميم بتاعنا اللي بيبقى موجودة هنقول إن أنا عملت خلاص التصميم بتاعي الأولاني ده وأنا مبسوط بي جدا وعايز أبتدي أعمل تعديلات عليه ولكن التعديلات اللي أنا عايز أعملها عليه عايز أخليها دايما تبقى موجودة بالنسبة لي فهاجي عندي فوق من رموز بتاعت اللي بيكون موجودة في استيار هنا بيقول لي يعني اعمل نسخة تانية من التصميم بتاعك اللي بيكون موجود أول ما ابتديت أعمل طابلكات للبيج بتاعت اللي بيكون موجودة هلاقي إن أنا بقى موجودة عندي في تصميم من التصميمات بتاعت اللي بيكون موجودة بقت موجودة عندي آدي التصميم الأولاني وإذي التصميم التاني اللي أنا هبتدي أتعامل معه هلاقي آدي بيجي 2 وإذي بيج 1 البيج 1 ده التصميم الرئيسي بتاعي اللي أنا مش هاجي ناحيته لكن هضغط على السهم بتاعي اللي بيكون موجودة تحت واروح على بيج 2 ده التصميم اللي أنا هبتدي أعدل فيه طيب وبعدين قال لي هاجي هنا كده واعمل صفحة جديدة خالص وهاجي وأنا ببص على التمبلت بتاعت اللي بيكون موجودة ممكن أجي هنا وأقول أيوة التمبلت بتاع اللي بيكون موجود ده فيه تصميمات كويسة أنا كنت محتاجة أحط الشنطة ديت ومحتاج أحط شكل الألم الحزبة بتاعت اللي موجودة ديت محتاج أحط شكل الألم اللي موجود عندي ده أحطه في التصميم بتاع اللي موجود طيب آدي التصميم الأولاني اللي أنا شايف فيه مجموعة من أنا محتاجة أو مجموعة من العناص هاجي وأعمل برضو وابتدي أبص على الأشكال بتاعت اللي بيكون موجودة واشوف هل فيه حاجة معينة أو بعض التصميمات اللي أنا عايزها أو بعض الأشكال اللي أنا محتاج أن أنا أضيفها عندي هقول آه أنا شايف مثلا إن كلمة back to school اللي موجودة هنا دي شكلها جميل فهاجي أضغط برضو على الشكل ده وهلاقي هنا كلمة welcome ولقي كلمة to school اللي بيكون موجودة شكلها كويس طب أنا أعمل إيه قال لي أنا محتاج أعمل إيه وليكن هنطلع كده على الشكل اللي موجود الأولاني واجي على الشكل اللي موجودة عندي شكل البيتش ده أقول أنا كنت محتاج أن أنا أاخد شكل الشنطة اللي موجودة أضيفه هناك هحدد الشكل الشنطة بتاعي اللي بيكون موجود واطلع فوق واختار copy واجي بعد كده أتحرك وأقول أيوة أنا كنت محتاج أحط شكل الشنطة بتاعتي هنا واجي شكل الشنطة هروح جاي سررها الشكل اللي يكون موجود وابتدي أسحب الشكل بتاعي وأقول أيوة أنا ممكن أحط شكل الشنطة بتاعتي دي أخليها في المكان ده يبقى أنا ابتديت أخطار من الأشكال بتاعتي اللي بيكون موجودة عندي اللي موجودة هنا في الدزاين التاني اللي موجود قدرت أن أنا أخد منها بعض الأشكال اللي أنا أقدر أستخدمه جوة تصميم بتاعي هاجي مثلاً وأقول أنا عجبني كلمة welcome to school ديت اللي كانت موجودة هضغط click mean واجي هنا وأقول له copy واجي أطلع فوق على التصميم بتاعي اللي أنا محتاجه واضغط عليه هنا كده واجي أقول له paste تمام؟ هاجي على الكلمة بتاعتي اللي بيكون موجودة شالي أنا كده control z واجي أضغط control v هولو control c واطلع على التصميم بتاعي واضغط هنا control v أكبر الشكل بتاعي وأقول إن دي الكلمة بتاعتي اللي أنا كنت محتاج إنها تبقى موجودة عندي وبعد كده أبتدي أسحب الشكل اللي موجود عشان أخليه في المكان اللي أنا عايزه كل دي بتعتبر بالنسبالي بعض الحاجات اللي أنا محتاج إن أنا أتعامل معاها علشان خاطر أقدر في الآخر خالص أختار بعض الكلمات اللي أنا ببقى محتاجة ممكن بعد ما أختار الشكل اللي بيكون موجود أحس إنه هو مش كويس بالنسبالي فممكن أضغط control z أو أمسحه خالص وأشوف ممكن ألاقي أقول آه لا في هنا كلمة back to school اللي موجودة هنا موجودة بشكل كويس فأنا ممكن ساعتها أعمل add page واجي أضغط على كلمة back to school دي وابتدي أخدها كلها على بعضها control c copy وابتدي أطلع هنا وأحطها بالنسبالي paste ما ليش خليني هضغط هنا control copy واقول add paste اللي الحاجة بتاعت اللي بيكون موجودة يبقى دي أحد الحاجات اللي إحنا ممكن نستفاد منها في إني أقدر أستخدم الكلمات بتاعت اللي بيكون موجودة أو element اللي موجودة بعد ما ابتديت أستخدم الكلمات اللي أنا عايزها وأحدد الأجزاء اللي أنا محتاجها عشان ساطر أقول إن هي دي كل الأجزاء اللي أنا بكون محتاجها أسحبها مثلا وأعطاها في مكان تاني أو ممكن أسحب الألم ده أنا أزيله تحت مثلا هنا وأخلي كلمة back to school دي تبقى موجودة بالشكل اللي بيكون الأجور دي كلها عبارة عن أشياء أو إجراءات أقدر أستخدمها علشان أجي أحدد منها في الآخر خالص شكل التصميم اللي أنا ببقى محتاجه بعد ما خلصت التصميم بتاع اللي أنا عايزه ممكن بعد كده هاجي على الأشكال اللي أنا مش محتاجها التصميم ده أقول له من هنا كده delete وأقول ده delete وأقول ده delete هيتبقى في الآخر خالص عندي التصميم مين؟ التصميم الأولاني اللي أنا كنت مختاره والتصميم التاني اللي أنا عملته فأصبح كده التصميم ده لو عجبني بعد كده أقدر أحفظ التصميم اللي موجود عندي ده وأقول إن ده ده الشكل النهائي اللي أنا هبتدي أتعامل معه ده يعتبر أحد الحاجات اللي إحنا بنبتدي نتعامل معها مع Canva علشان خاطر أقدر أعمل التصميمات اللي أنا ببقى محتاجة في بعض التصميمات التانية اللي إحنا ممكن نتعامل معها هقول إن برضو لو جيت على التصميمات اللي خاصة به Canva ونرجع على الصفحة الرئيسية بتاعتنا اللي بيكون موجودة ممكن نشوف إزاي نقدر نعمل تصميم للبرزنتيشن زي بتاعتنا اللي بتبقى موجودة عندنا هاجي هنا بنفس التصميم واجي أطلع على الصفحة الأساسية واختار من هنا بريزنتيشن وأول ما بضغط على كلمة بريزنتيشن بيبتدي يديني مجموعة من الاختيارات اللي خاصة بالبرزنتيشن طبعاً في عندي التصميم الخاص بالبرزنتيشن على الموبايل يعني معنى كده إن التصميم ده هيتعرض بنفس مواصفات الشاشة بتاعت الموبايل لكن خلينا هنعمل التصميم بتاعنا أو البرزنتيشن الشكل العادي بتاعنا اللي بيكون موجود هبتدي أضغط على بريزنتيشن هلاقي إن التصميم أو نفس الشاشة اللي كانت ظهرة بالنسباني في التصميمات بتاعتك كلها هلاقي بالنسباني هنا هي نفس الشاشة اللي أنا أقدر أعمل بيها التصميمات اللي بتبقى موجودة عندنا بنفس المكونات اللي موجودة بنفس التمبلت اللي موجودة عندي لكن لأزم لما أجي أختار الحاجة بتاعت اللي بيكون موجودة أشوف الأول الحاجات اللي بيكون موجودة عندي هنا في ميزة إن أنا بمجرد ما بقف على الشكل بتاع البرزنتيشن بتاع اللي بيبقى موجود بيبتدي يعمل زي عرض سريع كده ليه شكل البرزنتيشن هيبقى شكله ازاي هو بيقول إن البرزنتيشن دوت فيه 11 شريحة وكل شريحة منهم تقدر تشوفهم بالشكل اللي بيكون موجود إنما ده فيه 16 ودي شكل البرزنتيشن من جوة ماشي ازاي أجي أي واحد هبتدي يقف عليه هلاقي إن هو هبتدي يديني شكل البرزنتيشن من جوة أنا أقدر أتفرج عليه وأقدر أتعامل معه ازاي هنيجي هنا ونختار أحد الأشكال اللي خاصة به البرزنتيشن ولما أجي هنا هلاقي إن هو ابتدى يديني قال لي دول العشر شريح اللي انت هتبتدي تتعامل معه ودي الأشكال اللي انت محتاجها فكل اللي مطلوب مني إن أنا أشوف بالضبط كده أنهي شريحة أنا هبتدي أتعامل معها هتناسبني فيه إني على من خلال المشروع بتاعي هنيجي نضغط على أول شريحة اللي بتكون موجودة عشان أضيفها ودي بتعتبر بالنسبة لي الشريحة الأساسية بتاعة المشروع بتاعي اللي أنا هتكلم فيه فلو أنا بتكلم مثلا عن الزكاء الاصطناعي هبتدي أضغط كده وأقول أضيف مثلا هنا وأقول الزكاء الاصطناعي ودي تعتبر بالنسبة لي الشريحة الأساسية اللي أنا هبتدي أحطها بالنسبة لي هنا وده العنوان الرئيسي وبعد كده أحط العنوان الفرعي اللي أنا هبتدي أعتله وليكن مثلا إعداد الطالب ويبقى ده شكل الشريحة الأول أول شريحة بالنسبة لي أجي بعد كده أرجع تاني على الديزاين ويبتدي يديني هنا كده أنهي شريحة من الشريح المناسبة بالنسبة لك أن أنت تبتدي أضيفها طبعا مش معنى أن أنا أبص على الشريح الشريح بتاعت اللي بتكون موجودة أن أنا أضيفها بالنسبة لي بالترتيب لا معنى أن أنا أبص للشريحة بتاعتي معنى أن أنا ممكن أضيف الشريحة دي قبل الشريحة دي لأن دي اللي هتبقى مناسبة بالنسبة لي في التوقيت العادي ولكن هبصة ألاقي هنا بيبتدي يقول لي يعني دي هتبقى الشريحة التانية اللي أنت عايز تكتب فيها المقدمة بتاعتك اللي بتكون موجودة طبعا زي ما تعودنا إن أنا ممكن ألغي الكلام بتاعي اللي بيكون موجود وهلاقي عندي هنا كده ماجيك رايت إن أنا ممكن أقول له ري رايت للحاجة بتاعت اللي بيكون موجودة من يبتدي يكتب هالي من أول وجديد ولكن دي طبعا من الخصائص اللي انت عشان تيجي تستعملها بيبقى لازم الجزء بتاعك اللي بيكون موجود لازم يكون بفلوس فخليني هقول إن دية الانترو داكشن بتاعتي بعد كده محتاج إن أنا هتكلم على الزكاة الاصطناعي اللي بيكون موجود ومن خلاله محتاج إن أحط شكل صورة للريبوت بتاعت اللي بيكون موجودة هضغط عليها وأقول له Add new page يعني معنا كده ابتدي ضيف شريحة جديدة من الشرايح بتاعت اللي بيكون موجودة وأقدر أحط كل الحاجة اللي بتبقى موجودة عندي ممكن هيكون محتاج إن أنا أضيف مثلا الشريحة ديت لإن فيه خطوات مثلا أو فيه ثلاث حاجات محتاج أفرق مبينهم محتاج إني أفرق مثلا ما بين يعني إيه الإيه آي مثلا وما بين حاجة اسمها المال اللي هو الماشين ليرنينج مثلا وما بين حاجة اللي هو الديب ليرنينج اللي بيكون موجود عندي ودول الثلاث حاجات اللي أنا محتاج هكتب تحت كل واحدة فيهم هي معناها إيه؟ طي مش معنى إن أنا اخترت بالنسبة لي جوة الشرايح بتاعت اللي بيكون موجودة إن اخترت شكل معين فمعنى كده إن أنا همشي بنفس ترتيب الشرايح لا أنا كل اللي مطلوب مني إن أنا في كل مرة باختار أي شريحة ببص على شكل الشريحة اللي هتناسب الطريقة اللي أنا هبتدي أكتب بيها الحاجة بتاعت اللي بيكون موجودة وطبعا الميزة في الجزء بتاعي اللي بيكون موجود إن بيبتدي يديني مع كل شريحة موجودة عندي لما هجي أقف عليها بنفس ما كنت بتعامل مع الباور بوينت قبل كده هجي أقف على الشريحة وابتدي يقول لي إيه الانيميشن اللي انت محتاجه إن انت تعمل فهلاقي عندي هنا مجموعة من الانيميشن اللي أنا أقدر أستخدمها مع كل واحد من الأشكال اللي بيكون موجودة هتلاقي إن شكل الانيميشن اللي موجود بشكل مختلف تماما عن التعاملات اللي خاصة بالباور بوينت يعني هلاقي عندي آدي الشكل اللي بيكون موجود آدي أحد الانيميشن اللي هو بيعملها وليكن الشكل السامبل اللي بيكون موجود آدي الشكل التاني ابتدي يقطع الشريحة بتاعت الأجزاء صغيرة ويبتدي يعمل ليها الانيميشن اللي أنا محتاجه ولكن في كل مرة محتاجي إن أنا أقف وشوف إيه الأشكال اللي هتبقى مناسبة بالنسبالي لما أبتدي أختار شكل الانيميشن اللي أنا هبتدي أتعامل معا طبعا دي كلها عبارة عن بعض الانيميشن اللي بتتعامل بشكل مختلف تماما عن الأشكال اللي انت كنت بتشوفها من خلال الحركة اللي بيكون موجودة في الباور بوينت بالشكل الأديم محتاج إن انت تختار الأشكال طبعا ألاقي عندي مجموعة كبيرة كده من الانيميشن أقدر أختار وليكن أختار الشكل دوت اللي خاص بالانيميشن بتاعي اللي بيكون موجود وأبتدي بعد كده أتعامل مع بقية الأشكال هنا هلاقي بيقول لي أنت محتاج إن انت الطايم بتاعك اللي يكون موجود هل هم خمس ثواني ولا محتاج إن انت تعدل في الطايم بتاعك اللي بيبقى موجود تقدر تحط بعد كده الطايم بتاعك تزوده زي ما انت عايز عايز انت محتاجه كام تقدر تحدده هل انت دقيقة ولا محتاج كام ثانية بالضبط من الثواني اللي انت هتبتدي تتعامل معها أو الدقيق طبعا هنا فيه أبلايت والبيج يعني انت لو اخترت الابشن ده معناها أن الانيميشن اللي انت اخترتها هتتطبق على كله مع الوقت اللي بيكون موجود يعني الطايم ده هيبتدي يتطبق على كل الشرايح بتاعت اللي بتبقى موجودة عندي الحاجة اللي موجودة برضو عندي حاجة اسمها البوزيشنز والبوزيشنز بتاعتك اللي بتكون موجودة الأماكن اللي خاصة بالألمنت اللي موجودة عندك نديلك هنا أن انت تقدر تعدل في الأماكن اللي بيكون موجودة عشان تقدر تتعامل معها وتحطها في الشكل اللي انت بتبقى محتاج ده يمكن أحد الحاجات اللي احنا بنبتدي نتعامل معها من خلال الجزء اللي خاص بالانيميشن اللي موجود عندي طبعا غير أن أنا في الجزء ده أقدر أحدد التكست اللي بيكون موجود عندي طبعا زي ما قلت الجزء اللي خاص بالماجيك رايت أن بيقدر يعيد لي عادة الكتابة اللي أنا كاتبها دي يعدها لي لغاية لما أقول أني آه النص ده كده الصياغة بتاعته بالشكل المطلوب اللي أنا بكون محتاجة طبعا زي ما كنا بنتعامل قبل كده هلاقي عندي أن أنا في الجزء اللي خاص بالتكست موجود عندي بمجرد ما بحدد بلاقي عندي هنا أقدر أحدد شكل التكست بتاعي نوع التكست اللي أنا محتاجه وإيه هو بالزبط أقدر أكبر وصغر الفونتس بتاعت اللي بيكون موجودة أقدر أغير الألوان اللي موجودة لو أنا محتاج أن أعدل الدرجات اللونية بتاعت اللي بيكون موجودة أقدر أعدلها آآ برضو آآ الحاجات بتاعت اللي بيكون موجودة أنا محتاج بولد إتاليك أو أحط الكلام في النص أو أي إفكت أنا ببقى محتاج أحطه على النص بتاعي اللي بيكون موجودة زي ما أخدنا الحاجات ديت أقدر أعملها زي من خلال التكست اللي بيبقى موجودة عندي آآ طبعا كل واحد من الشرايح بتاعت اللي بيكون موجودة أقدر بعد كده أستخدم أي شريحة أنا محتاج أن أقول إن دي شريحة لأنا بكون محتاجها أقدر من هنا أضيف أعمل إضافة ومن خلال الإضافة أقدر أضيف أدي الشريحة ولو جيت علامة الزائد أعمل إضافة مرة تانية وأقول أنا محتاج إن أضيف الشريحة دي ومشارط إن أنا هو مديني هنا العشر شريح فالباور بوينت بتاعي هيكون عبارة عن عشر شريح لأ أنا قدر أضيف لغاية عشر عشرين تلاتين شريحة زي ما أنا عايز ولكن هو بيديني التنبلت اللي بيكون موجود هنا علشان خاطر أقدر أحدد منه شكل الشريحة بتاعتي اللي أنا هبتدي التصميم بتاعها هيبقى ماشي إزاي التصميم ده طبعا كان بيبقى موجود في الباور بوينت طبعا لما كنا بنختار منه اللي قاول ولكن ما كانش بيدهالي بنفس الجودة والكواليتي اللي بتبقى موجود عندي طبعا في عندنا برضو حاجة من الحاجات المهمة قوي أني مش شرط أن أنا أتقيد تماما بالبرزنتيشن اللي أنا استرطته ممكن يجوز برضو زي ما أنا عملت قبل كده من ضمن الحاجات اللي أنا كنت ببتدأ استخدمها في التصميمات اللي كانت موجودة لو أنا شايف أن في بعض التصميمات اللي موجودة عندي هنا وشايف أن التصميم دوت أنا شايف أن الشكل بتاعه كويس ويقدر يفيدني وممكن أخذ منه أي شكل من الشرايح اللي بتكون موجودة أقدر أعمل ده يعني أنا ممكن أجي أخطار أحد الأشكال اللي ممكن أقول آه الشكل ده شكله جميل هبتدي أخطاره واجي هنا وأعمل إضافة واجي أقول أن أنا مثلا الشكل بتاع الشريحة بتاعتي ديك أنا محتاج أن أضفها وتبقى من ضمن الشرايح بتاعتي اللي بتكون موجودة ده يمكن أحد الحاجات اللي أنا ببتدي أتعامل معها والتصميمات اللي بتبقى بالنسبة لي مهمة جدا علشان خاطر أقدر أتعامل معها بعد ما خلصت التصميم بتاعي اللي بيكون موجود وعملت منه كل حاجة سواء إذا كان الأنيميشن بتاعت اللي بتكون موجودة أو كل الأشكال اللي أنا عايزها أجي في الآخر خالص هنا واجي أعمل شير للملف بتاعي اللي بيكون موجود وزي ما اتعابدنا قبل كده أن أنا أقدر أشير الملف بتاعي مع أحد الأشخاص بحيث أنه لو أنا هو شغالين على نفس الشريحة أو على نفس الملف يقدر يبص عليه ويشوفه ويعدل برضو ويعمل أي حاجة هي محتاجة أنها تكون موجودة أو أن أنا أبتدي أعمل داونلود للشكل بتاعي اللي بيكون موجودة عندي وحدد هل أنا محتاج أن أخليه عبارة عن بي دي اف ولا أنا محتاج أنه هو يطلع بالنسبة لي كباوركويند طبعاً دي أحد الميزات اللي موجودة ولكن في ميزة أن أنا ممكن ما بقاش محتاج أن أنا أعمل دا ممكن أعرض البرزنتيشن بتاعي من على الموقع مباشرة لو أنا بستخدم نت في المدرسة بتاعتي أو في أي مكان أنا عملت البرزنتيشن فيه أقدر أن أنا أدخل على الموقع بتاعي بتاع كانفا وسجل الأكاونت بتاعي هلاقي البرزنتيشن بتاعي موجود بالفعل أقدر أعرض منه بالشكل العادي طب هو أنا لما أجي أعرضه أعرضه بالشكل دا؟ لا هلاقي عندي فوق كده حاجة اسمها بريزنت وأول نضغط على كلمة بريزنت حيقول لي أنت محتاج تخليه بريزنت فيو ولا محتاج أن أنت تعمل بريزنت أنت ريكورد يعني أنا أقدر أسجل البرزنتيشن بتاعي اللي بيكون موجود ولا أنت عايز أوت بلاي ولا أنت عايز بريزنتيشن فول سكريم أنت بتحدد بالضبط إيه اللي أنت بتكون محتاجه يعني بالشكل اللي بيكون موجود معنى كده أن أنا هبتدي أعرض البرزنتيشن بتاعي من خلال الويوب سايت اللي موجود عندي وابتدي اتعامل معاه بالشكل اللي بيكون موجود عندي. تمام? ده طبعا احد المميزات اللي احنا بنقدر نستفاد منها من خلال موقع كامفر. ده احد الحاجات اللي انت بتقدر تستخدمها عشان تطلع منها في الاخر كويس. ودلوقتي بتدينا نعرف ان غالبية اللي احنا كنا بنشوفها بقت معمولة ازاي? ومش محتاج ان انا اقدر اتعد نفسي كتير قوي في التصميمات جوة الباور بوينت اللي بيبقى موجودة عندي. بغية هنا بنقدر نوصل لنهاية بتاع النهاردة. اشكركم على لقاء ان شاء الله مرة تانية بالتعامل معاه. آآ طبعا ده آآ من الحاجات اللي احنا دايما بنقول عليها لازما تبقى موجودة بالنسبة لنا قبل ما اسيبكم علشان ساطر نقول ان ده شكر دايما لوزارة التربية والتعليم طبعا. آآ آآ الادارة اللي خاصة به النشاط الطلابي او الناصة البس المباشر. اللي بتدينا دايما امكانيات وبتعلمنا حاجات كتير. بنقدر من خلالها نتعامل مع المواقع او الحاجات اللي خاصة بالتكنولوجي اللي بتبقى موجودة عندي. تاني مرة بشكركم على لقاء ان شاء الله في المرة القادمة. شكرا لكم.